بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمدهم وآله الطيبين فيما السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته أنوان حلقتنا اليوم ما هو السر الذي يقف وراء رفض الحوزة دراسة التاريخ الشيئي وليس التاريخ الإسلامي وليس التاريخ العالمي أو التاريخ العراقي هناك إصرار عجيب غريب بالحوزة على رفض دراسة التاريخ الشيئي دراسة التاريخ البيت لأن هذا التاريخ يكشف كثيرا من الخرافات والأساطير التي يتبنونها اليوم في الحوزة ويعتقدون بنظريات معينة أن هذه النظريات موروسة من زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل نظرية الإمام أو نظرية الأثنى عشرية أن هذه النبي تحدث عنه ويجبون أحاديث طبعا قال رسول الله كذا قال رسول الله كذا قال رسول الله كذا ولكن ومثل كنا نتحدث في الأيام الماضية عن رد الدكتور والبروفيسور الشيخ طلاء محمد حسين الصغير الذي درس عشرين سنة عند السيد الخوي وبعد ذلك حصل على الماجستير والدكتوراه من القاهرة ومن جامعة الدرام في بريطانيا وأشرف على دراسات دكتوراه وماجستير مئة وخمسين دراسة أشرف عليها هو ومع ذلك فرجل مثل هذا الأستاذ الفاضي للعالم لم يدرس التاريخ الشيعي لم يقرأ شيئا في التاريخ الشيعي يعني أنا أستشف من ردوده على كتابي أنه فعلا حقيقة يعني يتفاجأ عندما نخبره بشيء معين بالتاريخ الشيعي تاريخ أهل البيت مما ينسف كل نظرياته فهو لأنه مصرع لهذه النظريات ومو فقط بالحقيقة إنما هذه مشكلة عامة في الحوزة لا يوجد فيها درس مادة التاريخ مو التاريخ العراقي أو العالمي أو كذا لا ولا التاريخ الإسلامي التاريخ الشيعي تاريخ أهل البيت مع الأسف الشيء الأحد لا يصدق حقيقة وأنا فجئت عندما يعني شوية كرت بالتاريخ كتاب مثلا مثل كتاب فرق الشيعي النوبختي أو المقالات والفرق لسعد بن عبد الله الأشعر القمي أو حتى كتب المفيد وكتب التوسي والشيخ الصدوق أيضا بيها تاريخ فلا أحد يقرأ مثلا شوفوا سيد الأخو يدرس في حياته رحمة الله عليه درس دورات في علم الأصول وفي الفقه وأيضا ربما درس في علم الرجال أو كتب في علم الرجال على الأكل وآخرون دائما في الحوزة في كتب لغوية لغة عربية يعني نحو صرف وبلاغة وكذا ثم ينتقلون لكتب الفقه والأصول سطوح ثم يسموه خارج خارج يعني يرحوا مجتهدين روح يشوفوا كل الهدين ماذا يرقونه من دروس لو بالفقه والأصول أو عنده درسين فقه والأصول كما فعله زعيم الحوزة السابق السيد أبو القادم الخوي بس يشوفون إلا فتبحث أو كتاب وكراس صغير مثلا في موضوع التاريخ الشيئي لا ما موجود لو ما موجود ضمن المناهج ضمن المناهج الحوزة لا يوجد درس للتاريخ لو احنا قرأنا التاريخ الشيئي سوف نكتشف نظريات أئمة أهل البيت الحقيقية وهل كانوا يؤمنون بنظرية الشورى أم لا مثلا كانوا يؤمنون بنظرية الإمامة والأصمة والناس وما إلى ذلك والولاية التكوينية وإذا درسنا التاريخ الشيئي أيضا نشوف قضايا عديدة يعني قضايا مثلا حول البداء حول طفولة بعض الأئمة عنه كيف أصبحوا أئمة وهم أطفال أين تعلم الأئمة هل كان ألمهم لدني من الله نزل عليها موحي ولا درس بعد أحد وماذا درسوا وأن نظرية الإمامة اللي صارت والمتكلمين سووها كانت تقوم على ماذا تقوم أول شيء على الوصية أن الإمام علي وصي رسول الله طيب وبعد الإمام علي إمام علي لم يوصي بالإمامة لأحد حتى ابن الحسن لم يوصي له بالإمامة لم يجعله ولي عهد مثل ما فعل معاوية وأيضا إمام الحسين هناك إجماع عند الشيعة أنه لم يوصي لأحد في كربلاء إلا أوصى زينب أخته بالعيال ندير بالك على العيال نرح أموت عني مستشري لذلك نظرية الإمامة ترتبك عندما أو الإماميون يرتبكون ويضطربون عندما يحاولون أن يبنوا هذا البناء مرة يقولون بالوصية حتى لو مو بها دلالة على الإمامة أو تصريح بالإمامة مرة يقولون بالنص النص ما موجود على معظم الإمام لا يوجد نص فمو يقولون لا يوجد نص يقولون طيب إذا لم يكن يوجد ناص ولا وصية فبالمعجزة نثبت إمامة أي إمام بالمعجزة وهذا شيء مستحيل ويصعب إثبات أي ادعاء بأنه لأم يجابه معاجزة مثل معجزة تكلم الحجر الأسود هذا معجزة أسطورية يعني خرافية ما لحقيقة طيب يجون يقولون لا مو بالعلم يا عالم نحن نروح له طيب بالعلم موجود عدد من الأبناء الأم هو عدد من أهل بيت الآخرين يقولون ها في الكبر أي واحد أكبر يصير هو الإمام ومع ذلك أيضا يختلفون أنه هذا كبير لأم كبير ويعني نظرية الإمامة ما عنده أسس واضحة لبنائها ف لو واحد درس التاريخ درس تاريخ كل إمام وكيف أصبح إماما مثلا ولماذا لم يصبح مثلا أخوه إماما ف راحوا يعني يكتشفون أنه هاي نظرية الإمامة نظرية وهمية خيالية مثالية ما لدي حقيقة أهل البيت ما كان يدعون بي أصلا مثل الدكتور محمد حسين الصغير اللي هو بروفسور أيضا مو فقط دكتور ومشرف على 150 دراسة يعني شوفوا شقد إنساء لازم يكون هذا علامة الزمان حقيقة 150 دراسة واحد أشرف عليها وعندما تيجي تضع أمامه أحداث التاريخ الشيعي يتعجب لا ما موجود مو صحيح ما كهي شيء هذا يقول مين في هاك بارتباك ظاهر تحدث عن موضوع الحيرة مثلا التي أعكبت وفاة الإمام الحسن العسكري لشيعته وتفرق شيعة الحسن العسكري إلى 14 تفرقة وإجا علي بن بابويه الصدوق كتب كتاب الإمامة والتبصر من الحيرة وفي أحاديث بالكافي وبغير الكافي تتحدث عن حصول الحيرة بعد الإمام الحسن العسكري أنا شنن إمام حسن العسكري لم يوصب الإمامة ولم يتحدث أصلاً عن مصير الإمامة وهو كان مدرك لوفاته يعني بعشوه راح يموت فأوصى وصية ولم يتحدث لا عن وجود ولد له ولا عن مستقبل الإمامة لأنه لم يكن يتبني الإمامة حقيقة إنما الناس اللي حواليه كان بعضهم كانوا يروجون لهالشاعات هالأفكار الباطنية السرية فتقول لي يا دكتورنا يا بروفيسورنا المحترم أنه الشيعة وصيبوا شيعة الشيعة الإمامية اللي هم من شيعة الحسن العسكري وصيبوا بالحيرة وظلوا يختلفون ما يدرون شنو صار مصير الإمامة وهاي مكتوب بكتب الشيعة كلها الشيعة الإمامية الاثنى عشرية هم يذكرون هالشي هذا يذكرون حصوه للحيران الدكتور يقول لا 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 أبدا ما أقول شي شي منين جايبت للكلام أنتك يتعجب ويستغرب ويتهمني أنه أنا دا أختلق أشياء ودا أسوي أشياء جيبة غريبة طيب أنا شو سوي لك إذا أنت مقاري التاريخ الشيعي وكل الحوزة وكل مراجعكم ومعلماءكم مما يقرون ومما يدرسون وما يقتربون من كراءة التاريخ الشيعي خوفا من انفضاح نظرياتهم الباطلة أحدث عن مثلا البداء ماكو بداء لا الإمام أصلا ما تحدث ما هذا الحديث موجود كل الألماء يرون البداء انحدث عن موضوع السن أنه بعض الأئمة كان سنهم صغير والشيعة اختلفوا حواليهم والضربوا بوكسات كما يرون الشيخ المبيد يرون والآخرون يرون أنه شيعة اختلفوا بعد الرضا أنه ابن صغير الجواد أمره سبع سنوات شلون يصير إمام هذا فاختلفوا وكذلك مع الهادي أيضا أمر ثمان سنوات وتفرقهم كل واحد رح صوب وواحد قال انتظره حتى يكبر يصير إمام خواسه مو إمام لا يصلي لا يصوم لا كذا وشلون انت تعتقد بإمامة طفل صغير محجور عليه بنفس القرآن الكريم الشيخ الدكتور البروفيسور محمد الحسين الصغير يقول يعني مو مشكلة هو النبي عيسى والنبي يحيا كانوا الأطفال صغير وذلك القرآن ذكرهم استثناهم عن آية الحجر أنه اليتامة إذا يعني اليتامة أموالم حتى يبلغ رشد فشلون انت هذا طفل صغير شلون تخرجه وتخليه يسوي مثل النبي عيسى أو مثل النبي يحيا هذا قياس باطل قياس باطل يعني ما في منطق بالكلام ما في منطق بهذا الفكر هذا لأنهم لم يقرؤوا التعريق أنه هذا قضايا خلافية كانت وإمامة كل إمام كانت محل نزاع واختلاف بين الشيعة المشكلة كلها من يعني مثل نيجي على إمامة الجواد والهادي فقال أن القرآن نفسه ألغى هذا العموم عموم الحجر يعني للشيخ المفيد بنصه على نبوة عيسى وعمه يوم واحد وعلى نبوة يحيا وهو صبي طبعا نبي عيسى اتكلم بالمهد ولكن لم يصبح نبيا إلا بعد 30 سنة فإذا كان هذا إلغاء لعموم الآية صحيحا وهو صحيح فقد صحب بالنص القرآني إلغاء المفيد إلغاء المفيد لعموم الآية الآية بعد مدل على هذا الشيء ونفس الشيء يجي على كل الأحداث التاريخية عندما يحاول أن يرد على كتابي ف بسهولة لا ما موجود هشي هذا مصحيح هذا طيب وانت ما قرأ التاريخ شو سوي لك أنا لو تقرأ التاريخ تشوف مثلا إمام الحسين مثلا نظرية الإمام نجعله زمن إمام علي كل يتحدث عن الشورى ما يتحدث عن النص عليه من الله الإمام الحسين هاي الرسالته معروفة لأهل الكوفة يقول لهم فلعمري ما الإمام يعني الحاكم الرئيس إلا العامل بالكتاب الحابس نفسه على الله القائم بالقصط الدائم بدين الله يعني يقولهم يزيد ما يصير إمام هذا لأنه ما يعمل بالكتاب ومو حابس نفسه على الكتاب ومو قائم بالقصط ولا يدين بدين الله فالإمام يجب أن يتحل بهذه الشروط ولا يذكر فيها شرط العزمة الإمام الحسين يقول إن اجتماع للإمام العمل فيجي الدكتور يحاول يعني يأول كلام الإمام اللي هو صريح ما يتحدث عن العزمة بس الشيخ الشيخ الدكتور محمد حسين الصغير يعتقد بأنه نظرية العزمة من زمن النبي ونظرية الإمامة والأمي الأثناء كلهم زمن النبي متحدث عنهم فهذا الكلام يا عم حسين ليش يتحدث الشكل فيجي أول يفسر يقول إذا اجتمع للإمام العمل بكتاب الله وحبس النفس على الله والقيام بالعدل لا يزيغ عنه والدائم بدين الله وحده وهو الحق فذلك الإمام هو الإمام المعصوم بعينه باللحاظ الحابس نفسه على الله وحدها إضافة إلى الصفات الأخرى يعني يقول هذا معنات الأسمة طبعا ما في شيء من الأسمة هذا فالمشكلة في نفيه للتطور لحدوث التطور في تطور الفكر الشيعي يعني من حب أهل البيت والولاء لهم إلى الولاء السياسي لإمام علي في مقابل الولاء السياسي لطرحة والزبير أو لمعاوية وأيضا بعد ذلك نشوء نظرية الإمامة الإلهية في القرن الثاني الهجري ثم نشوء وصولها إلى طريق المزدود في القرن الثالث ثم نشوء وولادة الفرقة الاثنى عشرية في القرن الرابع الهجري التي لم يكن لها أي ذكر عند الشيعة الشيعة كانوا يؤمنون الإمامية يعني الإمامية كانوا يؤمنون استمرار الإمامة اليوم القيامة في هذه الذرية كما الإسماعيلية اليوم مثلا إسماعيلية حتى الآن أدوما يمتون ويجون غيرهم نفس السلالة هذه فعندما وصلت إلى طريق المزدود العباسيون كان له مصلحة في تأليف طائفة جديدة أو فرقة جديدة في مقابل الفاطميين في مقابل الإسماعليين صنعوا هذه الفرقة الاثنى عشرية ويجابوا أحاديث من السنة هم الآن لو تسألون الشيعة من أين لكم هاي الأحاديث حول الاثنى عشرية يقول لكم سنة يقولون يعني أنه أهل البيت ما يتحدثون عن الاثنى عشرية وما عدم في التراث الشيعي أحاديث تتحدث عن الاثنى عشرية فجابوها من السنة وركبوا عليها ألده الاثنى عشرية وطبعا هي القاعمة كانت أكثر وقسقصوها وأضافوا إليها وحطوا عليها فسألوها اثنى عشرية وسموها الفرقة الاثنى عشرية يعني النقاش في كلام الشيخ الدكتور محمد حسين الصغير في مواضيع عديدة فهو ينفي حدوث التطور عند الشيعة مثلا حتى المرجعية شوفوا لو التفت الآن هو يقول يعني من النص حتى المرجعية المرجعية مكان عند الشيعة المرجعية في شيء جديد صار حاصل حديثا عبر 100-200 سنة ما كانت شيء اسم مرجعية وتقليد وكذا عند الشيعة علماء موجودين يسألوهم أحاديث الأهمة يسألوهم روايات الأهمة فالآن يوجد مذهب جديد اسمه المذهب المرجعي هذا غير المذهب الإمامي لأنه لا يشترط في المرجع أن يكون معصوم ولا معين وقبل الله ولا من السلالة وفي نفس الوقت يعطوه نفس صلاحيات الإمام المعصوم ونفس صلاحيات النبي يقولوا الرادوا عليهم كالرادوا علينا والرادوا علينا كالراد على الله إذا رديت على المرجع كأنك رديت على الله هذه مشكلة كبيرة حقيقة فإذا هو شفه يعطي صلاحيات المعصوم لغير المعصوم هذا مذهب جديد مو مذهب أهل البيت هم ليش الإمامي ليش حصروا واشترطوا أن يكون الإمام معصوما حتى لا يعمر بباطل يقول إنسان عنده أهواء وعنده شهوات ويمكن يكون فاسق ومنافق في داخلي في سريرتي فما نعرف هذا الحاكم شنو يكون فلازم يكون معصوم معين من الله طيب بس لون شلون نحن الآن نتبع المراجع وهم لا معصومين ولا معينين من قبل الله فشوف التناقب تناقب ومعناته فكر جديد مذهب جديد ما العلاقة بالمذهب الإمامي ثم الآن المذهب الديمقراطي الحاكم أي واحد يجي ينتخبوه الناس يصبح الحاكم ويصبح إمام هذا مذهب جديد آخر المذهب الديمقراطي وسوف نتحدث عنه أيضا بعدين عندما يريد يعني يثبت موضوع وجود الإمام الثاني عشر يجيب روايات اللي هي مختلقة بعدين يجيب قصص مع المشاهدة به ساعة يقول ساعة يقول لو شوية يتوقف في دراسة الروايات اللي هو يعتمد عليها لا أدرك التناقض في هذه الروايات مرة يقولون الإمام العسكري أخفى ابنه لأن العباسين يبحثون عنه ويعتقدون ويعرفون مسبقا أنه هذا سوف يقضي على دولتهم منين جابوا هذا العلم ما أدري فلذلك الإمام تكتم عليه كثيرا ولم يتحدث عنه وحتى في وسيطه ما جاب اسمه ومرة يقولون لا والله هو الإمام أعلن عنه وقال أقوى عنه عقائق وذبحة وخرفان وكذا وصبوا إعلان يعني شلون إعلان وشلون تكتم يعني واحد له شوية قرأ التاريخ بشوية تأمل ما يحتاج واحد يكون عنده عقل بروفيسور ولا عقل دكتور ولا عقل آية الله إنسان عادي من يقرأ هاي الروايات شوفان وقت متناقضة مو معقول ساعة يقولون أنه متكتم حيث أنه نفع وجود ولد له وساعة يقولون لا هو أعلن عنه وطلع بتشيئ الجنازة يجع صلع على زنازة أبوه إذا هو ضامة ومخبي وما يقول عنه شي ليش شلون طلع هذا أمام الشرطة والمخابرات والخليفة والحاشية كلهم ويجع صلع على جثمان أبيه مثلا وقال للعمة يا عمة أنت يا عم زيح أنا أولى بصلاتي على أبي منك شلون هاي رواية متناقضة بس الناس اللي عكلهم عكل أطفال صغار دون الخامسة ما يدركون التناقض عندما يقرون يسمعون روايات متناقضة ما يقدرون يميزون أو يدركون التناقض الموجود يصدقون كل شي في نفس الوقت هم متكتم وهم ظاهر هم معلن وهم ممعلن هم غائب هم وهم حاضر مو غائب يعني شلون هذا يصير يعني واحد فعلا يسأل ولكن أتعجب من الألماء الكبار والدكاترة وكذا شلون يقبلون هالتناقض بالتاريخ لأنهم منفكرين فيه ومدارسي فبعدين عندما يعجز يجي يستشت بالأدلة العقلية يعني ما يسمى بالأدلة العقلية فلسفية كلامية يعني وأنه الشيخ المفيد قال كذا وسيد المرتضى قال كذا وأنه إحنا لازم يعني نعتمد على كل ما نقطع على نظرية الإمامة فيجب أن يقطع على وجود يجب أن يقطع يعني يجب أن يفترض وبعدين آخر شي قلت ليش ما صدق إذا أفنا الروايات كلها ليش ما صدق بالنواب الأربعة دولة كانوا أطقياء وكانوا علماء مو علماء أطقياء ووراين وما يكذبون مو نقول لي ما يكذب أعدهم مصلحة وأعدهم تنسيق مع المخابرات العباسية أدرس تاريخهم وشوف علاقاتهم مع الدولة العباسية ومع الحكومات القاعمة تلك الأيام فأجوا ناس صدقوا وأجوا وراهم فترة الشيخ المفيد والطوسي وكتبوا هالكتب هذه وصارت كأنها حقائق وسلمة ويأتي واحد بعد ألف سنة ما مستعد يسمح مو النفسه لأي واحد أن يفكر أو أن يدرس أو أن يحقب أو أن يبحث في هذا التاريخ ممنوع ما يحق لك ما يقول لي ما يحق لك تبحث في هذا الموضوع أنت منه حتى تبحث في هذا الموضوع يا أخي أنا ولا شيء أنت روح أبحث أبحث بشوية بمنهجية علمية فتح عقلك دكتور وبروفيسور شوف شلون تدرس التاريخ وشلون تعرف عيفك من نظرية الإمامة خليها على صفحات وهو صورة مستكلة أدرس التاريخ أدرس التاريخ صورة علمية وفكر فيه ونقطة نقطة وشوف التناقض اكتشفة أيضا وبعدين ابني نظرية شوف شنو تستخلص من كل التاريخ هل تستخلص أن أئمة أهل البيت كانوا يؤمنون بنظرية الإمامة الأسمر والناس والكذا أم كانوا يؤمنون بنظرية الشورى وهذا ما توصلتوا إليه من خلال قراءة بسيطة للتاريخ والكتب التاريخ الإنسان يشوف النصوص الصريحة من الأئمة حول الشورى والشيخ الصدوق في كتاب عيون أخبار الرضا ينكر بحديثة عن الرضا عن آبائها عن أجدادها عن رسول الله من اغتصب الأمة أمرها ووليها من دون شورى فاقتلوه فقد أذن الله ذلك هذا حديث التمقاري مشاعف الأئمة كلهم منون بنظرية الشورى ويدعون للشورى وطبقوا الشورى الإمام عين طبق الشورى الإمام الحسين طبق الشورى الإمام الحسين طبق الشورى الإمام زيد طبق الشورى عندما انتخبه الناس يكون قائدا وبقية الأئمة بس المشكلة يعني نقاش طويل أنا سماد أخذ وقتكم كثيرا في هذه النقاشات المشكلة الرئيسية أن الحوزة تفتقد إلى دراسات ألمية منهجية في تاريخ الإسلام وفي تاريخ أهل البيت حتى نقدر نستخلص من هذا شيء يفيدنا اليوم في عصرنا الحالي ويفيدنا للمستقبل ويزيل الطائفية ويزيل التعصب ويزيل الأشياء الخرافية ويقضي على الدكتاتورية الدكتاتورية من مختلف الجهات التي هيمنت علينا عبر التاريخ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته